في الدارين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما رزقنا والحمد لله على هذه الحياة التي عدنا إليها بعد منام سعيد الحمد لله فكم من في منامه وجد الألم وكم من في منامه وجد البرد وكم من من إخواننا الذين ذكرهم حبيبنا الشيخ عبدالله التركي مرابطين في هذا الجو البارد في هذه الأماكن المرتفعة نحن ننعم بالدفع وهم يتلذذون بالجو البارد وفي حماية هذا الوطن وحمايتنا كذلك بعد الله سبحانه وتعالى أنا من أداب المجلس أنت عطيتني الفرصة الأول ولكن أنا أرأي لأنها لمن هو أكبر مني فلذلك رسول الله سلام قيل في المجلس كبر كبر يعني يعطي الأكبر وفي المزيد يمن الأفضلية على من يكون على اليمين هذا الدرس حلو والثانية لأن هذه أداب المجالس إذا ما أخذتها منك أنا وأخذتها مني ولا يمنع أن فلان من الناس قد يكون عندك ضيف قد يكون الأب الأب هو أولى من من يعطى فأنت يعني المنقصة إذا منك ما أعطيت أبوك صحيح فيه يعني يمينك رجل استاهل ورعي مكانه وعلى يساره رجل كبير ولكن أبوك هو اللي في الوسط يا سلام من اللي ينقدون عليك أنك ما بريت أبوك أن أبوك هو اللي مقدم على الآخرين في كل شيء في كل شيء كل علم إن بغيت حديث وإن بغيت قول وإن بغيت عطى وإن بغيت صدقة وإن بغيت كلمة وإن بغيت أكل وإن بغيت تقول أتبدي أبوك الأول أبوك يتنازل يعني أنت أعطيت العنان أو القيادة لوالدك ثم الوالد عاد يقول لك لا يا ولدي أدبا تعطيه اليمين هذا قال حتى الناس يطلعون من المجلس ويطلعون من يقولون يمن يطلع اليمين جميل قبل الأيسر وهذه من حكم المجالس ومن فوائد المجالس أنا وأنت نستفيد منها صحيح وكذلك أنتم من الآخرين يعني ما هو بشرط إلى أني أنا والثانية إلى أنك أقل ما فيها المثالية في الأفعال المثالية في الأقوال المثالية في حديثك يعني حتى لا تقول كلمة نابية ولا تقول كلمة أقل من المستوى المجتمع اللي أنت فيه ولا تقول المثالية إلى أني أعطي كل ذي حق حقها إن استطعت ولكن حتى في الشارع في الإشارة ما تعتدي على الناس وتتقدم من الجهة اليمين صحيح مثالي أنت كن مثالي والإشارة قد تكون ولعت الإشارة مرتين خيرا لك لأن قدامك حادث الله أكبر سوف تصاب إذا منك في الساعة الفلانية سوف تكون مصاب في حادث فلذلك يقنع بما كتب الله لك ولا تقول وراي أقل أقل للناس مالا ولا تقول أقل للناس صحة لا فقد تكون بصحتك وأنت تكحكح وتمشي بالهوينا ولكن غيرك كان أنشط مكومات لأن نشاطها أحيانا أوردها المهالك فلا تحزن على ما فات ولا تندم على ما أعطيت لا بل الله سبحانه وتعالى لو علمت لو كشف لتكلكشوف الكشوف لا اخترت هذا الوضع الذي أنت فيه أن كان صحة وأن كان مال وأن كان جمال وأن كان عطا وأن كان عمر وأن كان لا اخترت الواقع الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار لنا هذا الواقع والحمد لله أنا وأنت نسعد في هذه الجلسة وشكرا لك أنت كذلك يا أبو حزام اللي بعدر تبي وأن كانت ترى أني كبير سن ولكن أبقل لكم قبل لكم